تفقد وزير الموارد المائية والرية هاني سويلم المركز القومية لبحوث المياه بمقر المعاهد بالقناطر الخيرية وشدد سويلم على أهمية زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في الدراسات البحثية المختلفة وأهمية العمل على مواصلة تطوير الأبحاث وتشجيع الباحثين بالمركز على تقديم أوراق بحثية مختلفة بالإضافة لتذليل العقبات التي تواجه النشر العلمي في المجالات الدولية بما يسهم في رفع تصنيف المركز على المستوى الدولي كما أكد على وجود رقابة مستمرة لتقديم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل بناء على معايير محددة مع ضرورة ربط المكفاءات والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز